يبقى هنا الناس رفضة التهجير يا باشا ومش عايزين يخرجوا مش عايزين يمشوا في حتة نعمل معهم ايه؟ نبعط لهم البلطجي بتاعنا عزيزي المشاهد اقدم لك بلطجي عبدالفتاح السيسي الفريق كامل الوزير كامل الوزير بعته السيسي يهدد اهالي جزيرة الوراء وبعته يهدد ويشخط ويزعق ويهين اهالي رأس الحكمة وبعته يهدد اهالي ميناء العريش واهالي مترو الزمالك وليه فيديو شهير جدا هو بيهدد سييرة المترو وفي مشروعات النقل والكباري وفي الكلام عنها وفي هدم المناطق الاثرية لصالح المحاور كان البلطجي اللي قدام حضراتكم بلطجي السيسي المفضل كامل الوزير هو اللي بيتحرك هو اللي بيبلطج هو اللي بيزعق هو اللي بيشتم لكن المرة دي واخد معه حسام السيسي تعالوا نشوف بعض الاخبار او عنوين للصحف متعلقة كلها بهذا البلطجي كامل الوزير فيما يتعلق بالتهجير ده كان في مدخلة هاتفية مع حذاء الانظمة احمد موسى فبيقول رايح اهلين ما تظلمش حد كامل الوزير الرئيس السيسي وجه بترضية اهل العريش لكن الواقع انه كان بيروح يضرب في اهل العريش ويهددهم لو رفضوا مخطط التهجير كامل الوزير لاهال الوراء كل من له حق ياخده بالاصول والتراضي فهنا برضو السيسي بيرمي اهالي جزيرة الوراء بالبلطجي المفضل لديه كامل الوزير كامل الوزير يلتقي اهالي توسعات ميناء العريش في مسلسل مستمر من البلطجة وان السيسي بيرمي المصريين بالبلطجي المفضل لديه وهو كامل الوزير بقول لحضراتكو انه الفترة الجاية بعد غزوته في رأس الحكمة كامل الوزير سيتوجه مباشرة الى مدينة بورسعيد عشان يروح يبلطج على اهالي ضاحية الجميل اللي بيعانوا نفس المعاناة بتاعت اهالي رأس الحكمة بل يمكن اسوأ شوية